طالب ناشئ من أشياتنا الواعدة يقول أنا طالب في مدرسة سنوي لدي صديق يريد أن يدخل في الإسلام وهو مقتنع به سألت عن رأي أهله فقال إن أباه وأمه مسيحيون وبالمناسبة الأولى أن نقول نصارى لأن النسبة الحق إلى المسيح المسيح لم يقل اتخذوني وأمي إلهين من دون الله هذه نسبة خطأ المسيح الذي يقول إن المسيح هو الله أو ابن الله ليس مسيحيا لا ينسب إلى المسيح قد انقطعت نسبته إلى المسيح النسبة إلى المسيح نسبة شريفة لا تطلق إلا على من انتسب إليها بحق ومن انتسب إلى المسيح بحق لا بد أن يكون محمديا كذلك لأن المسيح قد بشر بمحمد ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وقد أخذ الله الميثاق على النبيين جميعا إن أدركوا زمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به وأن ينصروه وأن يتبعوا النور الذي جاء به المهم يقول إن أباه وأمه نصارى التعبير الصحية ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم يقول إن أباه ليس بمتشدد لكن يخش أن أمه ستغضب كيف يتعامل مع أهلي كيف يقنعهم بدخولي إلى الإسلام ولو رفضوا كيف يدخل بأقل الأضرار أقول له حياك الله يا بني بارك الله لك في هذه الهمة العالية وليس هذا بمستغرب فإن من صغار الصحابة يا ولدي من أبلى بلاء حسنا وهو لا يزال في مقتبل عمره وأنت على طريقهم بإذن الله مسألة ثانا أولا عقد الإسلام يثبت بالإقرار بالشهادتين نطقا أو كتابة أو إشارة من العاجز عن النطق أو الكتابة مع العلم بمعناهما لكن إقرارا التزاميا يقصد به أن يجيب إلى الإيمان وأن يدخل في الإسلام وأن يبرأ من كل دين يخالفهم لا يلزم الإقرار بالشهادتين باللغة العربية لمن لا يحسنها وإن كان الأولى لمريد الإسلام أن يشهد الشهادتين بلغته ثم يلقن إياها بالعربية ما لم يمثل ذلك حرجا له لا يلزم الإعلان بالإسلام لمن خشي على نفسه من العنت في بداية عهده بالإسلام مؤمن آل فرعون كان يكتم إيمانه الصحابة سروا بالدعوة في مكة ثلاث سنوات رخصة يمكن استخدامها وهذا الشاب هو أقدر الناس على تقديلها إذن لا يشترط الإعلان عن الدخول في الإسلام أو استخراج وسيقة إعلان إسلام من الأظهر أو من مركز إسلامي هذا فقط مطلوب لما يترتب عليه من بعض المصالح الدينية أو الدنيوية كإجراء أحكام الإسلام في الزواج والحج والعمرة والإرث وأحكام الجنائز ونحوه بقية الخطوات يا ولدي إذا دخل صاحبك في الإسلام سوف نتابعها معه بالتفصيل بإذن الله